بعد شهر واحد من اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا كان للسعودية حضور دولي بارز في البحث عن تهدئة بين الطرفين والوصول إلى التسوية سلمية تمثل هذا الدور في الاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعرب عن استعداد بلاده لبذل جهود الوساطة للوصول لحل سياسي في سبتمبر من عام 2022 اتجهت أنظار العالم إلى السعودية حينما نجحت وساطة ولي العهد السعودي بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا حينها أجرى الأمير محمد بن سلمان اتصالين هاتفيين مع رئيسي روسيا وأوكرانيا وجدد استعداد المملكة لبذل كافة المساعد دبلوماسية للوصول إلى حل سياسي بعدها بشهرين تقريبا جدد وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي استعداد المملكة لقيادة جهود الوساطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا فيما أعرب وزير الخارجية الروسي عن امتنانه للدور السعودي الفعال لتهديئة الأزمة أما في فبراير عام 2023 فقد حطت طائرة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الأوكرانية في أول زيارة لمسؤول عربي بعد اندلاع الحرب أعلن بن فرحان من هناك عن حزمتين مساعدات إنسانية تفوق 400 مليون دولار لتخفيف الأزمة في مارس من ذات العام حطت طائرة وزير الخارجية السعودي في العاصمة الروسية حينها عقد مع نظيره الروسي مؤتمرا أكد فيه استمرار المملكة في البحث عن فرص لإطلاق حوار بين موسكو وكيف خلال شهر يوليو نقلت صحيفة وولستريت جورنال تأكيدات بأن السعودية تسعى لاستضافة محادثات سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسيضم هذا الاجتماع 30 مسؤولا في إطار جهود دولية للوصول إلى تسوية دائمة